مرحبا الدرس الثاني الجذر التربيعي والجذر التكعيبي طلاب الصف السادس ماذا ترياضيات أهلا وسهلا فيكم جميعا نحكي اليوم عن الجذر التربيعي اللي بيكون أسه 2 وجذر التكعيبي اللي بيكون أسه 3 خلينا نقرأ هون المصطلحات الموجودة عنا عشان نفهم شو درسنا عن شو بيحكي بالزبط تعلنت سابقا أن الجذر التربيعي للمربع الكامل هو ذلك العدد الذي إذا ضرب في نفسه فيعطيني المربع الكامل فالجذر التربيع للعدد 9 هو 3 لأنه 3 ضرب 3 يساوي 9 ويرمز للجذر التربيعي بالرمز هاته هو أما الجذر التكعيبي للمكعب الكامل فهو ذلك العدد الذي إذا ضرب في نفسه ثلاث مرات فيعطيني المكعب الكامل فالجذر التكعيبي للعدد 8 هو 2 لأنه 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 8 ويرمز للجذر التكعيبي بالرمز هاته نحط عليها 3 نعم طيب إذا نعرفنا شو الفرق بيناتهم يعني دائما دائما يا سادس إذا شفتوا هذا الشكل معناها العدد اللي هون موجود بالنص بده ينقسم بالنص تمام؟ كيف يعني نقسم بالنص؟ أو مش ينقسم بالنص؟ يعني بدي أجيب من راسنا بدنا نجيب عددين أضربهم البعض بدي يعطين الرقم الموجود هون طيب ناخد مثال عشان نفهم أكثر هاي التمانية أو قبل هيك نحط أربعة وحطوا هذا الجذر أربعة تحت الجذر يا سادس كم يساوي هاي أسهل مثال؟ زي هكي يجيك هيك بالامتحان شو بدك تحليها؟ أربعة تحت الجذر كيف ده تصير؟ دغري مباشرة بفكر براسي شو بحكي؟ أعطيني عددين بتضربهم ببعضهم بنفسهم يعني نفس العددين نفس العدد يعني أضربه بحاله؟ أعطيني أربعة لازم يعطيني أربعة شو هو؟ نضرب سنين ممتاز دغري بحط اتنين طيب خلينا ناخد ثمانية هلا بس ما بدي أحط لها جذر تكعيبي زي جذر ترويع زي هيك نحط الجذر التكعيبي يعني شو يعني التلات؟ التلات معناها إنه أعطيني عدد أضربه في نفسه كم مرة بدي يضربه بحاله؟ ثلاث مرات ثلاث مرات مش زي هون ضربه مرتان مش إن أنا بضربه بحاله مرتين زي هون لتنين ضربتها تنين فيه تنين أعطتني أربعة هذا الجذر صح؟ هلا هون فيه عدد بدنا نرده نفكر براسنا شو العدد اللي بدي أضربه بحاله بس كم مرة؟ ثلاث مرات بدي يعطيني الرقم الثمانية يلا ثمانية آم جربي أربعة في أربعة؟ ستعاش لا ما أعطاني ثمانية معناها إنزلي أقل أولي ثلاثة ثلاثة في ثلاثة؟ ناش تلاثة في ثلاثة في ثلاثة؟ اه أه تلاثة في ثلاثة تسعة وتسعة في ثلاثة سبع واشرون لعنا بدي تمانية زغري عن الثلاث شو ضل عندي؟ ثلاث في اتنين نجرب لأتنين خلصنا التلاتة حسنا نضرب الاثنين تمانية إذن أربع في اتنين تمانية هايها إذن فالعدد اللي ضربناه في حاله هايه تلات مرات اللي هو الاتنين طلع معانا جواب تمانية هاي الفرق ما بين الجذر التربيعي والتكعيبي هون مجموعة أخرى من الأمثلة زي الواحد وتمانين شو العددين اللي بضربهم ببعض بس مرتين يعني بيعطيني واحد وتمانين تسعة تسعة ممتاز طيب هلا هون بدي عدد أضربه بحاله بس كمرة تلات مرات يلا شو هو العدد بضربه بحاله تلات مرات بيعطيني سبع وعشرين الثلاث جربي ثلاثة في ثلاث تسعة وتسعة اللي طلعت ضرب الثلاث سبع وعشرين ممتاز إذن هون الجواب هو سبع وعشرين أوك إذن ننتقل الآن لشغلة ثانية خلينا نجرب نأخذ العدد السلبي سالب تمانية طيب إحنا قلنا يا سادس إنه التمانية شو قلنا قلنا إنه التمانية تحت الجذر لما تكون جذر تكعيبي للتمانية قلنا قلنا اتنين هلأ صح طيب في حال كانت عندي سالبة معنا بس حطوا سالب سالب ببساطة تسعة وعربعين يلا الإجابات هون تسعة وعربعين سالب سبعة هون هون عشرة وأما هون سالب ثلاث هون سالب لإيه لأنه عندي اللي تحت هون سالب نعم طيب أجد قيمة ما يلي هلأ هون بقول لنا في حال إيجاك عدد كبير أوك عدد كبير هلأ هاي كلها عداد صغيرة سهلة وواضحة وحافظين جذور الضرب مزبوط فبالتالي عادي بكون سهلة كثير علينا هسا عندكو إيجا السؤال بإعداد كبيرة شو بولنا هون نستعمل التحليل والأسس لإيجاد الجذور التربيعية للإعداد الكبيرة طبعا إيجاك بالامتحان تلاثمية واربع وعشرين بصير ألاخم شو هن العددين أضربهم بعض وأقعد أفكر شو عارفه شو يا ربي ما في عددين هون أضربهم بعض بعطين الجواب تلاثمية واربع وعشرين لأنه كبير صح طيب شو منعمل منلجأ مباشرة لشغلة التحليل اللي أخذناها زمان ليش منقول إنه الرياضية تراكمية أخذنا زمان وإحنا صغار التحليل للعوامل الأولوية صح طيب نجرب في عندي هاي الطريقة أوكي هنا تنسى نفس الطريقة بس هون عم بيجمعوا فيهم شايفين كيف هون تلاثمية الخطوة الأولى شو عملوا وحللوها قسموا على تنين تلعت هيق قسموا على تنين تلعت زغروا فيها هلا شو بنعمل وتلع الجواب أكيد لما الأخير كان واحد طيب هلا زمعوا منا بالدرس الماضي بدنا نقعدوا نجمع فيهم كم تنين وكم تلات كررت معانا شو بطلع الجواب منحكي تنين منأخذ من كل تنتين وحدة تنين لأنه هذا جذر عرفتي خدي من كل تنين واحدة وخدي من كل تلات واحدة من كل تنتين وهي التالت يعني تلات تن اللي ضلوا كمان واحدة شو صار عندي زكي عني تنين ضرب تلاتة ضرب تلاتة قدي بعطيكي جواب تمن تمنتعش تمنتعش شو يعني بتعرفي شو يعني هذا الكلام شو اللي عملنا فلم تشو عملنا استخدمنا التحليل يا سادس بس عشان أكتشف شو هو الرقم اللي رح أضربه في حاله عشان يعطيني جواب 324 اتخيلوا أععد أفكر أفكر أضرب 15 في 15 20 في 20 50 في 50 صعب كتير صح تخيلوا نعود نضرنا نجرب نجرب فقلنا ليش ما نستخدم التحليل فكل تنتين بس خدي منهم واحدة يلا واضربيهم بعض اه نين في تلاتة في تلات يلا اضربي اتنين في تلات اتنين في تلات ستة ستة في تلات اللي هون تمن طعش طيب خلينا نتأكد حلنا صحيح أم لا يلا باجي بحطهن عجنب بنكتب 18 ضرب 18 عشان يتأكد هل بعطيني هذا الجواب ولا لا تماني في تمانية 64 8 6 4 11 حطوا 0 1 في 18 18 4 8 4 12 12 2 باليد 1 3 3 نفس الرقم تماما 324 معناها حلنا صحيح عرفتو كيف نفس الشي بالارقام هدول التلات الموجودين عنا كيف بدي عارف شو هن العددين اللي رح اضربهم بعض بعتيني جواب 484 هل نعود اجرب لا لا امسكيها وحليليها طيب شو صار معاكي ضرب 11 ممتاز 22 يعني اخدت من كل 2 تنين وحدة واخدت من ال 11 تن وحدة ضربت 2 اللي موجودة هون يا سادس ضربنا 2 اللي موجودة هون اللي طلعت مع ال 11 اللي هون شو صارت 22 طب نيجي لهذا السؤال عندي جواب 1225 نفس الشي حللنا اخدنا من الخمستين واحدة ومن السبعتين واحدة يلا اتنين اتنين ولا خمسة هاي خمسة اخدت من الخمستين خمسة خمسة في سبعة تلع جواب 35 ممتاز بمعنى انه كل ما نضرب يعني لما نيجي نضرب 35 ضرب 35 شو بعتيني جواب 1225 طيب نكمل مع بعض صفحة 16 بشكل سريع نشوف مثال اخر هون في عندي مثال ل 1728 نفس الشي حللوا وطلع معاهم الجواب هون بس طبعا هاي الحالة اللي هي الحالة التكعيبية اوكي هاي حالة التكعيب مش حالة التربيع هاي ها اس 3 شو عملي هون من كل 3 اخدوا واحدة احسنتي من كل 3 اخدوا واحدة ونفس الشي هون بدربوا 2 ضرب 2 ضرب 3 شو طلع معاكم الجواب 12 شو معنى ذلك يعني هاي المقصود فيها 12 ضرب 12 وبس لا كمان ضرب 12 كم مرات 3 مرات احسنتم نفس الشي هون هاي مرة ثانية ردو هون شرحو لكم اياها النفس المسألة ثانية بس شو بحالة هون السالب تمام يعني 512 هي عبارة عن 2 في 2 في 2 طبعا التمانية يعني التمانية تكعيب يعني 8 في 8 في 8 بعطينا جواب 512 لما يكون سالب نحط سالب تمانية صح؟ في هاي الحالة لانو هون عندي سالب هاي هون طلعت معاهم سالب تمانية ممتاز امثلة اخرى بالنسبة للجدر التكعيبي بحالة التحليل 200 و 16 هيك الجواب ما بنفع يعني بتروحوا على الدفتر تكتبوه كامل بالتحليل الكامل رح يطلع معاك وان الاثنين مكرره تلات مرات اخدوا مرة واحدة بس والتلاتة مكرره تلات مرات اخدوا تلاتة واحدة بس اوكي اخدوا اتنين اخدوا تلاتة يعني هون اتنين واحدة اخدوا من الثلات وثلاتة واحدة من الثلات فصار اتنين في ثلات ستة معناها انه هاي هي عبارة عن ستة في ستة في ستة الشغلة بس ودها شوية دقة هون شو تلع معاكي هون خمستاش خمستاش في خمستاش في خمستاش في خمستاش بعطيكي هذا الجواب هون هون سالب تسعة في نفسها تلات مرات طيب هلا تستعمل الجذور التربعية في كتير من مواقف حياتنا ليش احنا منحكي عشان هيك منعلمها ومندرسها لانها فيها عملية مضاعفة لعدد من الاشياء يعني بدك مثلا هاي مثلا زي هيك فنانة عملة لوحة خشبيه زي ما انتو شافينها زي هون مساحتها يعني طول بالعرض هي 2304 شو طلب مني؟ بدك تجد طول ضلع اللوحة طول ضلع اللوحة شو يعني طول ضلعها؟ يعني طول ضرب العرض صح؟ يعني بده حلل للتكعيب ولا بده حلل للتربيع يعني الجذر شو بده ااخد؟ جذر تربيعي ولا جذر تكعيبي؟ جذر؟ جذر تربيعي ليش؟ ليش؟ هلا انتو بتتخيلوا انها مربعة يعني كل ضلع متساوي للثاني لما بدك انتو تاخذ طول الضلع يعني بدك تاخذ الطول تاخذ العرض صح؟ هي مربعة ومساحتها لانو حكالك المساحة تمعتها هالقدة بدك طول الضلع المساحة معروفة شو يعني مساحة؟ يعني طول ضرب العرض كيف بدي اعرف شو هو طول الضلع الموجود هاد؟ كيف نعرف؟ بدنا نحلل صح؟ يعني بدك تشوفي عددين تضربيهم ببعض اللي هم الطول والعرض تضربيهم ببعض اوكي؟ رح يعطيكي جواب 2304 طب هاد عدد كبير كيف بدك اقعد اتحذر زي ما حكينا هسا؟ ما رح يزبط معانا يا سادس؟ فشو بدك امسك؟ دك اعمل لشغل التحليل منحلل بجيب هاد الرقم بحللو عندي رح يطلع معاي بالزبط هالقدة تخيلوا كم اتنين وكم تلات؟ كم تلات؟ مرتين؟ مرتين اخدي منها واحدة كم اتنين؟ هاي اتنين وهي اخدي منها واحدة وهي اخدي منها واحدة وهي اخدي منها واحدة يلا كم مرة سارى عندي اتنينات؟ اربعة اربعة وثلاتة واحدة اضربيهم كاملين رح يطلع جواب 48 بمعنى انه هون 48 الطول وهون 48 بالعرض اضرب الطول بالعرض شو بعتكي جواب؟ المساحة الموجودة هاي اللي هي 2304 خلينا نشوف لكم جواب الاسفل هون وتتأكدوا من حالكم هدي تلع معاك طول ضلع اللوحة 65 سنتيمتر اذا مسكتي هذا الرقم نفس ما عملنا هون بالاعلى لانه حكالك مساحة طول بالعرض بتحللوها يا سادس بطلع معاك الجواب خمسة ضرب 13 يعني الخمسة رح تتكرر مرتين هون الإجابات زمنتوا شايفين يلا يقرأنا ياهم تمانية تمانية هداعش اتنين سالب واحد خمسة سالب عشرة واما هون خمسة عشر واحدة وعشرين ثلاثة وثلاثة سبعة سالب اثناش وهون تمنتاش وهون عشرين ثلاثمية سالب اربعين ساحة مدرسة هدى مربعة الشكل مساحتها ستة وسبعون متر اجد طول ضلعها قالي لك مربعة معناها الجدر التربيعي هيك ما رح نشتغل على التكعيب انتبهوا نفس الشي بطلع بطلع معاك الجواب اخرش بعد التحليم ستة وعشرين اللي بعدها برضو مربعة الشكل شو بطلع معاك ميتان وعشرين متر طيب شو عملي هون نفس ما عملنا مسكوها وحللوها طلع الجواب خمس وخمسين اضربيها ببعا بحالها رح يطلع معاك الجواب تلات مية تلات مية وستتمية وخمس وعشرين لكن السؤال ما قالك بس احسب الطول والعرض قالي لك مش بس تحسب طول العرض احسبيه للسياج انا بدا حوطها بالسياج اوكي بدا حوطها بالسياج السياج رح يمشي كم مرة لانها مربعة بدا حوطها من هون لهون لهون يعني اربع مرات يعني هاي الخمس وخمسين هون عندي خمس وخمسين بس مرة معناها خمس وخمسين يا بتجمعيهن في حالها اربع مرات يا خلاص اضربي خمس وخمسين في اربع بعطيك الجواب 220 اكبر او اصغر بتطلع معاك وبعد ما تحللوها وتطلعوا الاجابة هاي اكبر وهاي يساوي طيب اللي بعديها اجد عدد جذر التربيعي يساوي جذر التكعيبي هنا هيك هاي العلامة واحد جذر جذر هيك تحكي الجذر التكعيبي للواحد يساوي واحد هيك طيب اللي بعديها اجي ثلاث اعداد قيمة كل منها يساوي جذرها التكعيبي واحد صفر وسالب واحد الثلاثة لو حطتوها تحت الجذر التكعيبي يعني سالب واحد هيك جذر تكعيبي لها بتعطيك كم الجواب نفس الجواب بعطيك واحد صح او سالب واحد اوكي السفر نفس الشي صح؟ والواحد كمان بعطيكي نفس الرقم كلياتها يساوي جذرها التكعيبي يعني الثلاثة هذولا نفس القيمة طيب هون الأجوبة كالتالي هون عشرة، هون خمسة، هون خمسة طيب هون شو عملوا جمعوهم بالأول؟ بعدين عملو لها الجذر التكعيبي هون نفس الشي بدكوا تشتغلوا جوا بالأول يعني 11 تضربوها في 11 بطلعوا جواب نفس الشي لتنين ضربتنين بطلع جواب بعدين بتجمعوهم مع بعض بعدين تعملوهم الجذر التكعيبي عرفتوا كيف هاي هيك لانها شوي غريبة نفس الشي هاي هون إجواب رح يطلع معاكو 14 144 بتحطوها تحت جذر اكيد 12 معروفة 144 سهلة هون الأجوبة كالتالي 27 سالب 40 هون سالب 2 على 5 هاي صورة جديدة اوكي تعلموها بنسبة لتسعة وعشرين قاللنا يكون الناتج مكعبا كامل مدامو قاللك مكعب كامل معناها رح نشتغل على الجذر التكعيبي اوكي يل 72 اصغر عدد مهم 72 وانطروا بيهضر بتلات قده بعطيك الجواب 200 و16 ممتاز وبعدين بتطلعينا الجذر تبعها بتطلع ستة طالب منك ثلاث مكعبات كامل انتو هون كتبتيننا 1125 و1216 طيب الجذر التكعيبي اللي هادول سهلين يعني حتى فيكن تحفظوهم ان كنتون مرح تستخدموهم طيب هون بقول لك يوسف انو 64 الجذر التكعيبي إلها هو 8 صح حكيو؟ 8 في 8 64 هذا الجذر التربيعي وليس التكعيبي صح؟ نعم احسنتي اذا هكي حلوين انهينا درسنا نراكم ان شاء الله بدرس رقم ثلاث رح نحكي فيو عن اولويات العمليات كتير درس مهم وضرور نكون مركزين فيو الى اللقاء الى اللقاء لا تنسوا تشتركوا بالقناة وضغطوا اللايك باي